طالب أعضاء في مجلس النواب الأمريكي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالتراجع عن قرار شرعنة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ووقع 107 أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي عريضة تطالب بالتراجع عن القرار كما عبروا عن معارضتهم الشديدة لقرار وزارة الخارجية الأمريكية بالتخلي عن الرأي القانوني الصادر عام 1978 والذي اعتبر مستوطنات الاحتلال تتعارض مع القانون الدولي